موسيقى 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 اللي حتما ما يوقفش هنا اليوم هي دعوة مفتوحة لجميع الفاعلين جميع المؤسسات وانفتجاه بناء واحد الإطار قانوني وبناء واحد المنظومات كوينية اللي كتعطيه واحد الاعتراف اجتماعي واعتراف يعني قانوني بالأدوار اللي كيلعبوهم الشباب اللي كيلعطروا في مهنة المنشد سوسو تربوك أعتقد أن هذا الموضوع مشكور عليه جمعية المواهب التربية الشيماعية الذي أتحطه للنقاش وأعتقد أنه مدخل أساسي حتى وإن كنت أميل إلى أن هذه المهنة لا يمكن أن تتم معزولة على ما يمكن أن نسميه بالسياسة العمومية الموجهة للشباب لأنه واجب أن ندافع على الإطار العام الماكرو حتى يمكن أن ندافع عن تفاصيل أخرى المرتبطة بمهنة هذا المجال الواقع في تقديري هنا لك إمكانات مرتبطة بوثائق قانونية شريعية داعمة كتهيئة الأرضية بالنسبة لهذه المهنة السؤال اللي كيت تطرح واللي كيرفع أنه هو التحدي إذا كنت ندافع على مهنة هذا المنشيط التربوي إحنا عندنا ديبلومات خريجة الجامعة هذه الكلية ولكنها لا لديها أفاق إذن هنا السؤال وإحنا الأقرب في حاجة إلى ديبلوم إلى وثيقة أولا في حاجة إلى ما هو أكبر من الوثيقة أعتقد أنه في تقديري نحن في حاجة إلى أولا أن نقنع باقي الفاعلين والشركاء عن نوع أحد النوعين النوع الأول هو اللي كانت تشغله مع جمعية المجتمع المدني اللي كانت تاميه معها وعندنا نفس الهم القضية وكالمستوى الثاني هو أننا ما نكونوش حبيسي قطاع الشباب اليوم كنا قطاعات أخرى عارضانية اللي يمكن ترافع عندها في هذا المجال وأعتقد أن وثيقة النموذج الشرموي تشكل أرضي لهذا المجال لماذا؟ لأن تحددت بالمجمل على أن التنشيط السوسيو تربوي هو لا يقيص لحظتين زمنيتين محددتين في الزمن والمكان اللي هي مؤسسة الدر شباب ومؤسسة المخيم أعتقد إذا كنا نفهمه مفهوم التنشيط السوسيو تربوي على اعتبار أنه واحد لحظة لحظة تغطي وقت الفراغ مع الجماعة أعتقد أن هذه اللحظة وقت الفراغ مع الجماعة هي كتمشي على طول العام وأعتقد أن المقاربة التقاطعية التي تجمع بين السوسيو تربوي وبين المجالي انطلقا من الدوار بمعنى باش ما نكونوش مدينيين كمش جمع مداني يعني في حاجة إلى مقاربة تقاطعية تجمع بين الموضوع اللي هي السوسيو تربوي وبين المجال اللي هو التراب واللي كان طالق كما قلت من الحي من الدوار ما إلى ذلك كي نغطي هذا المجال لا سيما مع دخول مؤشرات جديدة كيمكن إعطاتنا في تقارير رسمية صادرة مثلا على مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن دخول مواقع التواصل الاجتماعي واللي كيسحب من الأطفال بمعنى بالتالي اليوم تيخصنا مقاربات جديدة كيفاش يمكن نتعاملوا مع هاد الجيل الرابع أو الجيل زاد بمقاربات حديثة ومقاربات جديدة من أجل تناول هذا التنشيط في أفق يمكن أن يواكب مصار التحولات المجتمعية والتحولات السيبرنيتية أنا أعتبر أن المسألة المؤتر أو المنشط السوسيو الطربوي صحيح أن نأخذ تكون عدن منهجية وتقول الوزارة عندها عندها الجرأة أنها تتوضح استراتيجية دي العام وخاصة الحكومة الجديدة وخاصة القطاع دي الشباب اللي تنحاولوا اليوم أن ننوجه الوزير على أساس أنه تكون هناك مراكز جهوية للتكوين خاصة بالجمعية وتكون هناك تكوين موديول لأنه تكوين في ثمانية في ثمانية ممكن أن يعطي للأبجيكيف دياله ولكن ممكن أن ننضره تكوين جهوية وتكون مراكز جهوية ومجهزة وبورشات اللي تكون علمية أكاديمية وممكن أنها تكون في المؤسسة ديالدور الشباب تكون ممارسة تطبيقية في طيلة السنة وبمعنى أنه لجمعنا للساعة ديالدور الشباب بمعنى أنه يكون عندنا إطار وتكون عنده واحد شهادة لتتخول لي أنه يقوم بتنشيط ديالدور الشباب ومشاهد في دار الشاباب ممكن في مراكز اجتماعية مع مجموعة وزارات وزارة الأسراء وزارة التدامون مع وزارة التربية الوطنية لأن كل هذه الأشياء ممكن لك أن المنشيط التربوي يشتغل في المؤسسة التعليمية في دور الشاباب فهو تطلق مع كل المؤسسة في المخيمة الصيفية في نهاية الأسبوع كل هذه ومع المؤسسة الخصوصية التي تدير هذا غير يبقى معقلين هذا ولكن هذا لا يمنع أننا نقول أن دور الشاباب ولا هذه المؤسسة ولا مخيمة خصى أطور ديال الوزارة لأن هذه مهنة خصى أطور الوزارة وأنا أدعو الوزارة من هنا وأدعو وزير الشباب أنه ديال الكتفات الخريجي ديال المحيد الملكي تكون الأطور لتخرجوا واحد مجموعة للأطور واللي كانت مرتبطة بهذا المركز هذا منها الطفولة الصغراء منها قطاع الشباب منها واحد الأندي النسوي بمعنى أننا كين واحد مجموعة للأطور يمكن أنها تشتغلوا شباب ولي واحد تسعين في مية فيهم للشتغلوا داخل منظامات وممكن أنهم يكونوا واحد نواي ديغ لأن تتعرفوا بأن تقعد في المؤسسات للدولة وكين واحد بمعنى ما كينش تعود ديالهم وتعام ميزانية ديال وزارة الشباب ضعيفة جدا لأن هذا يكون تصور حكومي ويخوه هذا وهذا يكون فيه قرار سياسي لأن كل قطاعات تلتقي كل قطاعات تلتقي في طار الشباب وأي تنمية ممكن أنها تكون دا بمعنى أن ندير أي مركز ندير أي مركز أي شيء أي تنمية ولكن لما كانش عندي شباب محصن عندي شباب مواطن عندي شباب ممكنش أنه يحمل معك نفس المسروع ويكون عنده حب الوطن دياله لأنه ما عنده شكرا ما دياله